بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة كثيرة عدود الاستفاء للشرائح التكعبية الكوبيك سيبلاين الشرائح التكعبية المسألة تتلخص في أنه لدي تجريبية معطاة بالشكل التالي عندي هذه هي ال-X وال-Y معطاة بال-X0-X1-X2-X-N-Y0-Y1-Y-N إذن معناته عندي N زائد 1 نقطة إذن عندي لدينا N زائد واحد زوج من المعطيات هي X0-Y0-X1-Y1-X2-Y2-X-N-Y-N المطلوب إيجاد كثيرة حدود التكعبية SX واضح أن الفترة التي لدي أنا عندي الفترة هي A B قسمت هذه الفترة أي B قسمتها هذه هنا ال-X0 هنا X1-X2 إلى آخره X-N تنطبق على ال-B وبالتالي على كل فترة جزئية يمكن أن أعرف دالة أو كثيرة حدود التكعبية إذن على هذه الفترة ممكن أعرف S0 على الفترة الثانية ممكن أعرف S1 وعلى الفترة الثالثة وعلى الفترة الرابعة وعلى الفترة الخامسة وعلى الفترة الأخيرة إذن هذه S-N-S1 على الفترة إذن هنا على هذه هي ال-S0 على هذه ال-S1 على هذه ال-S2 وعلى هذه هي الأخيرة ال-S-N وبالتالي إذن هذه هي الشرائح التكعبية سأسوي كثيرات حدود من الدراجة التالتة على كل فترة جزئية فعلى الفترة الجزئية اللي أفترض أنه كثير الحدود سأسميها بال-S0 وهي D0 زائد Z0 X-N x0 زائد D0 X-N x0 للتربيع زائد A0 X-N x0 للتكعب على الفترة طبعا ال-X هنا بين X0 وال-X1 على الفترة الأولى إذن عندي هذه الشريحة اللي هي S0 على الفترة الثانية عندي A1 X-N x1 للتكعب B1 X-N x1 للتربيع زائد C1 X-N x1 زائد D1 وأسميها S1 هنا ال-X بين S1 وال-S2 إذن هذه هي الشريحة التكعبية الثانية وهكذا الشريحة التكعبية الأخيرة اللي هي S-N-1 هي A-N x-N 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 A-N x-N 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 x- إلى أربع إن معادلة إذن منها وستكون بما أن الشرائح التكعيبية أي أنها كثيرة حدود من الدرجة الثالثة فإذن عندي أشروط التالي محققة أول شرط إذن مسألتي هي سلاسة كلمات استيفاء كثيرة حدود استيفاء شرائح تكعيبية ماذا أعني بكلمة استيفاء إن معنى كلمة استيفاء تعني أنه تعطيني الشرط الأول أن S للإكس آي يساوي إلى Y للإ تعني إذن كلمة الاستيفاء هو يقول لي إن S في الإكس آي يساوي F في الإكس آي إذن وهذه معنى كلمة استيفاء المسألة العامة للاستيفاء أن نبحث عن كثيرة حدود تتطابق قيامتها مع قيمة الدالة الافتراضية أو التجربية في العقد إذن هذه تعطيني إن زائد واحد معادلة إذن هذه تعطيني إلى إن زائد واحد معادلة إذن هذا الشرط الأول طيب ماذا تعني تكعيبية؟ تعني تكعيبية أنها متصيلة ماذا تعني متصيلة؟ الاتصال يعني الاتصال في النقاط في كل نقطة من النقاط في النقاط الداخلية طبعاً أنا عندي فترتي هي X0 X1 X2 X3 مثلاً في النقاط الداخلية من هي النقاط الداخلية؟ هي Keys2 وال3 في هذه النقاط الاتصال يعني طبعاً هون في شريحة هي S0 هون في شريحة هي S1 وهنا في شريحة هي S2 في النقاط الداخلية هذه في هذه النقطة وهذه النقطة عندي قيمة الدال لس0 تساوي إلى قيمة الدال لس1 هذا من الاتصال أيضا في هذه النقطة قيمة الدال لس1 تساوي قيمة الدال لس2 إذن هذا من كونها متصر إذن كونها متصر فإن SLI لل XLI في النقاط الداخلية يساوي SLI زائد واحد لل XLI إذن في النقاط الداخلية اللي هي مهون في مثل هذه الحالة إذن عندها هي X1 و X2 فإن الشريحة اللي قبل والشريحة اللي بعد تكون متساويات هذا من كون الاتصال إذن وهذا يعطيني الشرط الثاني إذن الشرط الثاني إن SI للXI زائد واحد يسوي SI زائد واحد للXI زائد واحد حيث الI من الصفر حتى الـ S1 هذا من الاتصال عند النقاط الداخلية إن هذا يعطيني N1 معادلة إذن هذه الشروط طيب بما أنها تكعيبية التكعيبية كسيرة حدود من الدرجة الثالثة هي قابلة للاشتقاق ومشتقة سيكون كسيرة حدود من الدرجة الثانية وبالتالي هي دالة متصلة إذن مشتقها دالة متصلة ماذا تعني مشتقة؟ يعني إنه المشتق سيحقق نفس الخاصة إذن مشتقة هذه دالة متصلة فإن المشتقة هذه ستكون في النقاط الداخلية من الاتصال القيمتاء في هذه النقطة تسوي قيمة الـ S1 في هذه النقطة أيضا إن المشتق لهذه الدالة في هذه النقطة تسوي قيمة مشتق في هذه النقطة هذا من تعريف الاتصال إذن فأحصل على أن S-L-I في الـ XL-I هذه فتحة يساوي S-I زائد 1 فتحة في الـ XL-I إذن في النقاط الداخلية تكون أيضا المشتقات متساوي وهذا يعطي الشرط التالي إذن هذا من كونها تكعبية إذن فإن مشتق الشريحة في الـ XL-I زائد 1 ومشتق في الـ X زائد 1 للشريحة التي تليها إذن وهذا محقق فقط في النقاط الداخلية وبذلك من أجل I-S0 حتى الـ N2 هذا الاتصال الميل عند النقاط الداخلية إن هذا الشرط يعطيني أيضا N1 معادلة الآن إذن دالتي شريحة تكعبية إذن هي متصرة عطتني N1 معادلة عطتني مشتقة متصرة أيضا إن نائس واحد معادلة أيضا المشتق الثاني إذن بما أنها تكعبية في المشتق الأول الكسير حدود من الدرجة الثانية المشتق الثانية هو كسير حدود من الدرجة الأولى وبالتالي هو إذن مشتقها الثاني دالة متصرة الـ S فتحتين دالة متصرة ماذا تعني دالة متصرة؟ نفس الشيء تمام تعني في النقاط الداخلية فإن S فتحتين الـ I في الـ XI يساوي S فتحتين الـ I زائد واحد في الـ XI في النقاط الداخلية الشريحة التي تليها والشريحة التي قبلها يكونوا متسويات وهذا من تكونه مشتق إذن فأحصل على الشرط الرابع إن S فتحتين في الـ XI زائد يساوي S فتحتين في الـ I زائد واحد الـ XI زائد واحد أي أن اتصال التقعر وهذا يعطيني N نائس واحد معادلة لو جمعت عدد الشروط الأربعة الأولى كم معادلة بيعطوني؟ لو جمعنا N زائد N زائد N زائد N بيعطيني هذه أربعة N الآن واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب اثنين إذن هذه الشروط الأربعة هذه تعطيني 4 إن ناقصتين لا زلت بحاجة إلى معادلتين لأنه نحن عندنا 4 إن مجهول فأحتاج إلى 4 إن معادلة من أين أتي في هاتين المعادلتين إن هاتين المعادلتين يعطيني أنه إيا أن تكون الشريحة التكعيبية طبيعية أو أن تكون افتراضية إذا قل الشريحة التكعيبية طبيعية فإن هذه تعطيني المعادلتين أن S فتحتين 0 بالX0 يساوي 0 واسفتعتين في الشريحة النهائية اللي هي النسوعة في الـ XN يساوي إلى الصفر هذا للشرائح التكعبية وللشرائح الطبيعية إذن هذا للشرائح الطبيعية أو أن يقول لي الشريحة افتراضية أو أن تكون الشريحة افتراضية عند إذن تتحقق هذين الشرطين وبالتالي نحصل على أربع معادلة إذن في المجموع لدينا أربع مجهول هنن الـ AI والBI والCI والDI والآي من الصفر حتى الـ N نائس واحد الشرط الأول يعطينا N زائد واحد معادلة والشرط الثاني N نائس واحد معادلة الشرط الثالث N نائس واحد معادلة والشرط الرابع N نائس واحد معادلة وبالتالي الشرط الأربع تعطينا أربع N نائس اثنين معادلة يبقى أن معادلتين نحصل عليها إما أن يقول لي الشريحة افتراضية أو أن يقول لي الشرائح الطبيعية إذن إما أن تكون الشريحة طبيعية عند إذا نحصل على معادلتين التالياتين هو S فتحتين الصفر بالX0 أو S فتحتين بشكل عام. طبعا ما دامت ال-X0 فهي ستكون الشريحة الأولى ما دامت ال-Xn فستكون الشريحة الأخيرة للصفر. هذي إذا قال لي طبيعية فهذه معادلتين لل-4n ناقص 2 يصيروه 4n معادلة 4n مشهول. أو أن يقول الشريحة هي شريحة افتراضية فيضاف لل-4n ناقص 2 هاتين المعادلتين يصبحوه 4n نائس أربع إن معادلة بأربع إن مجهول بحل نحصل على قيم السوابت التي نريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته